زد رصيدك الحياة بلا تفاني كالقصيدة بلا معاني وحسب الوقت بثواني زد رصيدك زد رصيدك خلي لك في الجد راية واجعل الاقدام غاية نبتسم لك في النهاية زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك انطلق ويدي بيدك فرصتك خلها تفيدك بالتواضع ربي زيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك نهاية زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك انطلق ويدي بيدك فرصتك خلها تفيدك بالتواضع ربي زيدك تدر صيدك تدر صيدك تدر صيدك تدر صيدك الحياة بلا تفاني كالقصيدة بلا معاني واحسب الوقت بثواني تدر صيدك تدر صيدك تدر صيدك تدر صيدك خلي لك في الجد راية واجعل الاقدام غاية نبتسم لك في النهاية تدر صيدك تدر صيدك تدر صيدك تدر صيدك الحياة بلا تفاني كالقصيدة بلا معاني واحسب الوقت بثواني تدر صيدك تدر صيدك تدر صيدك تدر صيدك خلي لك في الجد راية واجعل الاقدام غاية نبتسم لك في النهاية سد رصيدك سد رصيدك سد رصيدك سد رصيدك انطلق ويدي بيدك فرصتك خلها تفيدك بالتواضع ربي زيدك سد رصيدك سد رصيدك سد رصيدك سد رصيدك لا شوف خلى برنامج متقارب شغل زين بوجود الطيبين والزيني وانت اطيق يا سلام يا سلام وشو عندك اليوم بسألمنا الله عندنا اشياء كثيرة وجايك الخير عندنا الشبت الضب وعندنا التنور والعلوم الزينة والعجينة بنسوي الفطير ان شاء الله خلنتفرج ابو سليمان قبله يا سلام مش هذا الزين هذا انتاج البلد كذا يفوت هذا الميف اللي يذكرون دائما يحط على هدراء من الخبز من دافئ وحط كل شيء صلوا عن النبي اللهم صلوا أولا فالله يسعدنا وإياكم في كل احوالنا في الدنيا وراء اللهم امين احنا اليوم عندنا هدية متواضعة استاهلون وحنا كان والله ان هذا يعني الهدف ما هو هذا الا تقدير لكم ونحيي شيء من المام اللي كانوا يطعمر كيعملون اهلوا قدامنا وبيت الحكمة يستاهلون وانتواري ما شاء الله طبعا هي شغلات امهاتنا ايه واجداتنا والحريم الاولين الله ولا ضيرة في ذلك ان عملناها فوالله ننتشرف الله حلنا نسويها حلنا نسويها عادي لكن كان فيما بضى الحريم المعنيين في الاشياء هذه اينا لكن لانها الان صارت قلة او اغلب الناس معادي هذا فقلنا نجدد مع انها والله موجود في بيتي وموجود في الاستراحة حقتي باستمرار هذا والله جابهم الاستراحة حقتي ما شاء الله وتستاهلون الخير الله يساهم ونسمحتون نطع عمرك حق ابناء ان شاء الله شحموا لحم وتستاهلون يا طاركة يا ابناء ما قصرت هذا وش بتسوي الحين والله النار اولا حتى يروح للدخان مرة واحدة نصير جمر خالص ثم نبدأ طلع عمرك نسوي ايش نسيل الجمر هناك لا 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 ابدا هذا لها الحالة وهذا الحالة شبت الضو هناك وفالكم الخير هذه كل القهوة وهذا الخبز هذا الخبز ولا المندي الفطير وان شاء الله ولا المضبي ولا المطيبة الحلقة الجاي هذا برضه لحم ان شاء الله الاسبوع الجاي ولا ايهم كلا شا اسمه تيست عمرك احص يا رجال وفي الخصائل فيش رأيكم حال حينا عليك لنا اليوم والله ابيض والله سواء يا سلام والله ما على خير تخير عن يومكم طيب طيب وش شرحنا وش بيصير الحين انت اولا يطوي العمر فعلى كل حال حنا انت لين تخليه تجمر هو الان طلع عمرك شبه ينضه وانا شبهتها من بدري شوية عشان يش عشان يجمر حتى انه يستوي الجمر هذا يبقى مرة خالص ما فيه يعني لا دخان ولا بقايا عشان ثم نبدأ طلع عمرك نقطع العجين هذا نقطع على يعني نقطع موزونة يعني بطريقة معينة وتلبق على جوانب على هذا السميت على الجوانب ثم طلع عمرك نغطيه بطريقة معينة احيانا بيتركونه يعني عادي وفيه ناس يسمونه المطمل او يضيفون عليه نكهة معينة فيه شجر معين يطوي العمر يخطوه يغطوه يعطيه يطلع يطلع الريح لا يطلع الله ما لك لوا يطلع الخبز يطلع عمرك اول فطير له لونه معينة ورايحة معينة وشكل انيق يعني مجمر تحس ان كان هذا الله ورکت وفيه ناس الان يستخدمون ها اسم القراض لا فيه شجر يسمونه المرخ او قريب من المرخ هم يستخدمونه المندي لكن احيانا الناس يعملونه قليل يعني ثم يكتمونها الان ناس ثانين الان اللي هو شايع الان وبتشوفون ايش ما يعمل اذا حطيت حطيت الفطير وكله طلع عمرك في الميفا جوالات صار ينشي على كل الجهات اقصم على جواله اقصم عليه اضفنا عليه شوية قليل من السكر وكتمنا السكر يطلع عمره على كل حال ما يجيش السكر هو لكن يجيه فوق السكر فيعمله لون جميل يعني يصير السكر على الجمر لا على الجمر شوية يعطي نكه يعطي نكه وشكل الخبز يطلع احمر جميل مرة بتشوفه بعد شوي هذي مختصار شديد المهم انه يجي على جميع الالوان ويجي على جميع الافكار ويجي ما شاء الله تنسل الله يوم وسليمان الوقت كم الخبز اللي يستوي الخبز والله الخبز هو طلع عمرك يجي من الواحد الحريص اللي يحط في التنور لانه طلع عمرك يقول لك مثل ما خش في الميفة خرج للضيفان ايوه لا تخرج الخبز وانت قدع خرف تحب تلاحظه مزبوط ايوه فتقريبا يمكن يأخذ ممكن خمسة عشر دقيقة ان كانت النار قوية تلاحظه يعني ممكن عشر دقائق سبع دقائق ان كان النار قوية لا تغفل منه بعدين ينحرق يروح ايه ينحرق ويروح ايسترحوا خلال قوي حتى التيس المعلق ترى ما يبقى للعظام ايه يروح لابنك غفلت عنه ايه لحيذا هذا مصحر يصحره مرة ذكرتونا بالتيس ما شاء الله تبارك الله واش هذا الزيل يا ابو سليمان يا مرحبا والاخوان ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله السرع عليك ابو سليمان عطنا انا تكلمت هذا ولا نبدأكم لان احنا شبت الحطب ايه ايه بطرافها وقال ابو سليمان احنا نبغاه جمر وقال ابو سعد الانه يبي فيها الرماد استفاد من يحط معه ديزل ايه وحنا نقول فايدة اهل البيوت عموما يعني هذه هذه فايدة ما تضيع من فيها فوائد عدة اولها الزيت اللي قليت فيه وتابع ترميه في المجلة وتابع ترميه في ال بيسكر عليك المجاري بتجمده في الشتاء او في غير الشتاء بالاضافة الى ان مصلحة الصرف الصحي تقول لا تحطون الزيوت وحطوا بعض المطاعم على الاماكن اللي تستعمل تستغل الزيت فاستفد من هالزيت لا ترميه سلمت حطه حطه مع الرماد او حطه بدون حطة جمده لو بغيت حطه في منديل واللعبة منها الى انك وفرت حق الشيء له اللي هو المكعبات ومنها الى انك ما رميت الزيت في الصرف الصحي يعني عدة فوائد انك حفظت على نعمة من النعم اللي كانت امس في يدك كانت تتمنىها واللي يوم تبتتسر تخلص منها تخلص منها في شيء واجب يعني شيء مستحب يعني الزيت هذا يولع الزيت يولع عجل ما بيولع وش يولع بالبيوت لحطيت المقلوف جت فيه النار مايرتفع فوق الا ها خراص هلا ابو سعد هذي فائدة يعني للجميع فيها والله فائدة جديدة هذي فيها اقل ضرر على الاخرين يبالله هذي جديدة هذي الديزل هو ديزل ولا غاز يا ابو سعد لا لا انا حط غاز الغاز هو اسهل اخف ريح انا نقول بدها الغاز لنا الزيت المتبقي بعد الغلي بس هو الزيت المتبقي بعد الغلي كلامك صحيح لكن انها وساخته واجد لكن القاز انت لما تجمع انا عمس امس تكلمنا عن البيئة والمحافظة على البيئة المحافظة على البيئة من ضمنها ما ترميه في المجاري ولا تسكر به مجاري بيتك لا لا هذا يوضع في كيس وعزك ما الله برميه لنا فياته اي لانه مضر حتى على الصرف عزك ما الله الصحي مضبوط انا نقول حطه في النار واللعبة هاذا اذا احتجت هتولع فيه ايه ويسولها اجيب غاز واخصى براهم وانا عندي شيء سربت عمي انته القاز متوف لا هم متوف هات اي محطة يلا هذي خمسة ريال رح ابرين لقيت لا لا بغيت لقيتها لقيت واحد لقيت واحد رقم جواله على كل المواقع في كل محل انا لقيه على شارع جابر خيمة يقول فيها غاز خذ الشي اللي انت عجز واج لا لا فيه ايه انا لقيت ننتظر لي نجي لاماك عقب ساعتين هل منبس صحاوتة يعني هل هو وبعدين يجلس عندك كل سنة سنتين على حسب استعمال الحرمة الضفرة اللي تستفيد من مخلفات بيتها ايه بس الزيت مثل ما قلت لك لو جاء الملابسك او جاء على شيء لا يجاء الملابسك حطه في قارورة انا هذا عزيكم الله الرماد الرماد ينخل ويحط ويحط في قارورة ويحط في قارورة والزيت يحط في قارورة يحط معها الرماد الله انا ما عرف عن هذا شيء ولا كان اطب معكم الميدان الميدان يا حميد وين يعني يا شراء هاي والميدان حميدة ايه المجرب صح المجرب عندي يا سلام ما بحق المجرب أنا بغيت اجيب لك اليوم قارورة بس معذرة والمجرب عندي بعدنا الزيت اللي هذا بدا المكعبات يستفيد الانسان من الرماد هذا بدا المكعبات ايه انت تأييد الزيت المستخدم ولا متعيدة لا الزيت المستخدم يحب برمي عزكم الله الزبالة الزبالة ايه هذا يرمى لكن القاز اخف حتى حتى مصافي حتى انه اخف ريحه بس هنا يقول اني أنا استخدم المخلل يمكن يشربه طفل يمكن يشرب في البيت وصير وسيلة من وسائل اللي قادل غير المستحبة الزيت اه لا انت تقول الزيت لا ليهول القاز 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 ما هو اللي ينشرب بس ما هو اللي يستعمل حنب جراك اللي شبك النار وشبك الحطب ويعني ما عنده ايشكال طب ايهول جو انا اقول استفادة من اللي مستهلك شي عندي في البيت مستهلك الله يقل عافية بساعد الله يقل عافيك ما هو بلا بساعد انا ايد امو محمد ترى بساعد انا ايد ام كل ابوه انا ايد ام كل ابوه انا اهل زيت بدل ما نرميه اذا كان كده ما في مشكلة اسمعني ضرر على البيئة الزيت اللي رميت في البرميل ثم راح ورموه في المكب معلها معلها انا اجيب بكرة قارورة في مدال اللي عندي اللي انا سويت القاز اي ويجبه بالله احنا محمد يجيب قارورة انت عارف بمحمد شي يقول يقول يا جماعة الخير بدل ما الزيت يرمى ويضر اضرارك كثيرة يستخدمون اهو هذا كلامك صح استفادة منها كلامك مضبوط لان احزك والله كثير منهم في الصرف الصحي وقل كلامك صح وقلهم ان القاز ما طلعوهم البترول اللي علشان يشببوه يقدبه نعم بكيد ايه احنا نقول هذا البديل هذا التوفير توفير وبديل نعم وبديل ما يخرب الانسان بدل ما يحطر يذره كان مستهلك يستهلك بدل ما يرمى يستفاد منه قصتك يعني بدل ما انك تأخذه انت تدري لانه يوخذ ويعاد تكريره الزيت القليل اصلا في ارقام جوالات بالذات حقين السمك مكتوب ارقام يعبون افتنك ويبيعونها من جديد يجي سيارات يا رجال الله يكلم علينا حتى اللي صلحون الطعمية شوف زيتهم كم اللي يقلى سمك شوف زيتها جالس كمتها بهم وايام رمضان حقين السمبوس وحق بارك الله جزاك الله خير ما قصرت وافق يا مرحبابهم الحمد احبك ابو سعد انك تقتقبل مني المناقشة الحادة ما ابد ابو سعد صدر اليوم ابعطيكم مناقشات لان تفحمني ولا افحمك فيه 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 ضيوف لا فيه فيه اليوم ضيوف يا سلام الاشتبيل منك ان شاء الله انا استسلم لك المنى الان لا انا بجاي ربعك مخرج ومنتج وراعي وش اسمه مسلسل انت تقعد حط لي الحلقة عشرين انا ما عندي مرة واحدة تسلسلها ليه لا 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 ان شاء الله الرماد جانا شوف ابو سعد انا ما اعرفه من اول نعم لكن من خلال جلستين احس ان صدره الديور فيه تريله ما شاء الله تبارك الله صدره وسيع يا سلام بس اني انا بصراحة اليومين ما قدر تمسك جادة معين مو معكم كلكم مع هالشيلات ما شاء الله عليكم انه لا راعي شيلات انت راعي بشوت اكيد بشوت شعر ما انا شعر الا ما ندر تبون من اللي ما ندر جب كل واحد جب غضار هذا هو يقولون ما قل ما يخلق بيت الا اسد من ما يخالف ما يخالف بي لا 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 بس وجودك كذا طعم رب بس يكفي الله يطيك العافية لا 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 فيه لكن ما نغطي عليكم صد الله حياكم الله تعالى نبو سعد ما قل دل وزب التر الهرج نيشان ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يا مرحب يا مرحب يا مرحب ما شاء الله طيبين كيف الحال يا مرحب يا مرحب يا مرحب يا مرحب